اشتركوا في القناة 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 احنا حرنا بين المسؤول وبين المواطن تعبونا الشهر كله احنا تعبانين نركض تصليح صناعة قاز وكلها اسعار غالية وبالاخير رأس الشهر هم نتعب من وراء التسعيرة التسعيرة ما جاء ينطنيها يعني منصفة يعني دائما يقصون منا الف و الفين منتيجي تحسبها كلها شوف ما تسدي عني المصاريف لانتو كل الشهر كل الشهر والمواطن يجي يكمل الماء عنده الناقص الف والناقص الفين وجاء نساعدهم بس نهاية الشهر تعبنا احنا كل النهار نركض 24 ساعة نركض وتشغيل المولدة واصوات المولدة وبالصناعة وبالاخير ما ينطون حقنا اخي عدنا كوما مشاكل نحنا وما احد عين تبع علينا كلها بس عالموضة تسعيرة وما تسعيرة وعدنا مساكل بكارتات القاز انا عندي كارتين قاز صار لي سنة وستة شهر ما مستلم لتر قاز شنو والله تصريح امني وغير التصريح الامني هاي صارنا سنة وستة شهر ونتظر التصريح امني وبالتالي يقول لي غالرهم مليونين على كلكات يا تدفعهم يا مالك قاز وهنا يعني شون يعني بس قلي شون ادير المويدة كله قاز تجاري خسارة بخسارة زين تعال هذا العداد قلتوا ميزان حق اوكي رضينا بي وعلى راسنا وهم مشكلة وتتدللوا التسعيره طلع التسعة ونص ليش نسويها تسعة لربع انطينا حقنا اخي ما ريض غير حقنا ليش نحن بالتسعة ونص ربحانين والله كله السعب ترعلا هي مولداء كله يطلبوها عش ملايين وعشرين مليون ابو القاز يطلبهم زينو وهذا حل راح نصى المرحلة سد طف الموالدات سد الباب الموالداء وقعد بالبيع